هل سنكون محظوظين اليوم؟ هل ستطل علينا الملكة إليزابيت الثانية من شرفتها رفقة أفراد الأسرة الملكية؟ فلتة اللسان هذه سمعناها مرات كثيرة من السواحي المحيطين بقصر باكينجهام هؤلاء الذين نسوا للحظة أنه مرت سنة كاملة على وفاة الملكة إليزابيت الثانية لكن ذلك يشي بمدى ارتباط المكان باسمها فقد عمرت به لسبعين عاما سنة بعد وفاتها لا شيء قد تغير فالمراسيم المعهودة عند تبديل الحرس الملكي منتصف النهار ضدت كما هي الملك تشارز الثالث وعقلته كاميلة أرادوه يوما لخدمة كنسية خاصة بقصر بالميرل في سكوتلندا وبعدها للراحة والتأمل تماما كما فعلته الملكة الراحلة سنة بعد اعتلائها العرش ورسالة شفوية نودعها الملك تشارز الثالث بالمناسبة في صورة لوالدته هي أحسن ما التقط لها في ريعان شبابها عندما ننظر إلى كل هؤلاء المصطفين هنا في هذا اليوم في انتظار مراسم الحرس الملكي منتصف النهار نعرف حب هذه الأمة للملكية البريطانية التي أبلت بلاء حسنا في الماضي وستفعل كذلك في المستقبل أما بقية أفراد الأسرة الملكية فانتشروا في مدن أخرى لمراسم محدودة تجمعهم بالجمهور البريطاني وقبل ذلك تجمعهم بأنفسهم ووالدتهم الراحلة لم تكن ملكة فقط بل أم حاضنة جامعة ومتحكمة في الأمور في القيادة على كل مستوياتها على الصعيد الخاص والوطني ومتفانية في أداء واجبها من الصعب جدا نسيانها بسرعة بالفعل سيصعب نسيانها فالملكة إليزابيت الثانية رسمت وطبعت تقاليد راسخة في ذاكرة البريطانيين ويجب القول أن أثر الملك الراحلة في نفسية الملك تشارلز الثالث جد كبير فعكس ما توقعته الصحافة من أنه سيصلح الملكية البريطانية ويجددها الملك تشارلز الثالث أبان منذ الوهلة الأولى عن تمسكه بنهج والدته أكثر من أي وقت مضى لقنوات أبو ظبي كمال علواني لندن